ووجه رئيس السيسي التحية لشهداء الجيش والشرطة مشددا على ضرورة عدم نسيان شهدائنا ومصابينا الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم احنا دايما حرسين على ان احنا في ظل أو في الأوقات الجميلة ديت ان احنا أبدا لا ننسى أبدا شهدائنا ومصابينا الذين قدموا ومازالوا حتى الآن في ناس بتقدم وده أمر طبيعي لأن المهمة اللي مكلفة بيها القوات المسلحة والشرطة هي الحماية والأمن لمصر وشعبها فتحية لكل الشهداء وأسرهم تحية لهم جميعا